مرحباً ووضح أنا دني أشرف عبدالعزيز محمد من محافظة السكندرية خريجية كلية التكنولوجيا قسمة هادثة سيارات موسيقى اتخرجت 2017 الكصة بدأت معي كانت في البداية خالص بالصدفة خالص لأن أنا كان المجموعة بتاعي كان عالي كنت دخلة على أساس قسم مدني قالوا لني أعلى قسمين كانت في الكلية كانت كمبيوتر وكانت سيارات فالكمبيوتر اكتفى بالعدد فنقلوا اسمي في السيارات ولما عرفت ده أنا تصدمت صدمت عمري يعني بعد دخولي المكانيكا ده كان أول تحدي لي بدأ يبقى ليه أحلام بدأ يبقى ليه طموح حياتي تغيرت 180 درجة لقيت الموضوع معي اختلف خالص إن أنا كنت بنت فوس 9 سبيان فالحمد لله أخدت في البروفا مركز ستريت مكرر وفي المسابقة والكرامني دكتور اسميال عبد الغفور رئيس الأكاديمية تكريم خاص كوني بنت في مجال مكانيكا سيارات مع 9 سبيان موسيقى نظرة المجتمع عليا دي كانت أصعب برضو كان دي برضو مضوم التحديات أنا كنت بتحديها أول مرة دخلت الورشة كنت خايفة جدا أنا مقدرش هزمة نفسي كنت خايفة أن الناس اللي في الورشة ترفضني ومتعلمنيش حاجة الحمد لله كانت كل كلمة سلبية كانت هي أقصادها نجاح موسيقى طبعا أنا عندي أحنام كتير جدا أول حاجة نفسي أن أكمل دراسة بس أكملها في ألمانيا برا وأفتح مركز سيانة يكون يعني مركز سيانة ألماني بس يؤدوم البنات يبقى في مركز تدريب محترم لأن نفسي أنا أخلي الفاني أو التكنيشن ده يكونش بس شاطر في أن هو بيعرف يفك وحيد لازم يكون عنده لغة كوية جدا إن دي مشكلة من وجهها في مصر يتلاقي الفاني شاطر بس كان لغة مش موجودة نفسي إن أنا أكون عندي برنامج عن السيارات وأتكلم فيه عن السيارات بشكل أوضع عايزة أقول لكل بنت طالما عندك حلم وعندك هدف حتى لو أنت شايفة مختلف حتى لو أنت شايفة المهنة اللي أنت حباها أو الحاجة هدا تعمليها دي مختلفة عن المجتمع اللي حواليكي أو تبتصر بس على الصبيان لا مفيش حاجة اسمها كده وطالما بتحقي هدفك ما تخافيش من أي حاجة أحب أوجه رسالة للشباب للولاد ما تقللش من حلمك ما تقللش من طموحك خد خطوة وابدأ فيها وهتلك ربي معظمو الله تعالى بيسهلك اشتركوا في القناة